اشتركوا في القناة 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 بيان شوي الصوت لقدام وقلنا دافي صوته وبلشت تعطي لما جينا تنكملت لها مثل ما بنعمل عادة بالفوكاليس أنا لأني موجودة بظلني لحقتها عكل نوطة تهي وطالعة ظلت جيب صوتها لقدام هلا أنا ماني معتة تظلل صوتها لقدام ما عم بتفكر زيادة شو عم بصير هايدي شغلة هايدي يمكن من أضعف تلميذ عندي بالصف لأنه ما عم تستعمل زكاها وهدا شي خطر كتير علي أنا لأنه هاليوم أبدا ما عجبتني هايدي صار عندها مشكلة مش من زمان كانت أريح قبل أنا بعرف شو المشكلة وهي بتعرف شو المشكلة بس بلشت المنافسة تصير أقوى عم بتخاف كتير عم بتعطل هم كتير هي قالتلي أنا عم خاف أنا خايفة بس تطلع توقف قدامنا تغني أو تطلع تغني على المسرح عم بتخاف كتير عم بتحمل الإشياء أكتر ما لازم أنا بالنسبة لقلي هايدي لازم ترتاح لازم تنسى أنه هي عند علامة أو بدنا نقيمها لازم تغني ترجع تغني براحة وبمتعة وأنا رح أقعد معها رح أحكي معها بها الموضوع لأنه أنا أكيدة أنه هيدا كله خوف لأنه لما يشوف الواحد ويسمع صوتك يفوي قديش حلو قديش عنده إمكانيات وتكون فرجتنا إيه أكتر من مرة وترجع تصير تبين أنه عم ترجف وعم تحكي بسرعة هاودي كلهم علامات خوف هاودي علامات حدا مش واسئ من حاله مع أنه أكتر واحدة لازم تكون واسئة بحاله هي وعم تشتغل هي هايدي لازم تتساعد نفسيا حد أنه تتساعد تقنيا طبعا لحتى هايدي تعطينا يلي عنده إيه أصلا ومنا بحاجة تفتش على ليلة تلاقيه لأنه موجود فيها جويتا رحكون شوي قاسية مع هايدي لأنه بحبه ولأنه بلاقي إنه عن جد من أجمل أصوات الأكاديمي ولكن عملت شي نحنا أنا شخصيا بيعتبره بالفرنسا بيقول يعني راحت على الأهيان أول شي بلشت تحكينا عن ألبام جديد عم بتحضره غنية جديدة أنا قلت أنا أوف بركة حدا سعادة يعني حضرت شي غنية جديدة كتبت لش غنية جديدة حكتنا عن شي شموا لدوق شوي غنية غنتها بستار أكاديمي يعني ما تجرأت حتى تغني شي جديد شي ماشي فوال ناس في بستار أكاديمي هي ماشي مغنية جديدة قالت أنه أنا غنية هي عم بتقول للناس أنه غنية بس هي بعد هلأ ولا مرة غنية بولا برايم آه فكرت أنا غنية هي بعد ما مرأت فيها بالبرايم بس هي كأنه بالأربعة وعشرين هيا بالأربعة وعشرين هي وأصحى الله بترندحة بس مغنية طبعا ما بعرف بس حسيتها أنه راحت على شي كأنه متمكن منه وبينت أنه مش متمكن منه يعني راحت على يلي بيشبهها بيشبه صوتها وغريب أنه طلع أنه مش متمكن منه فمشن هيك لقيت أنه يلي كتبته أو يلي عم تحكي عنه مش مركب مظبوط مش ماسك مظبوط وإذا أنا عم بشوفها على إنستجرام عم شوف شو عم بتقول على إنستجرام بلاقي هالضياع فيها يعني هالضياع يلي بيبين أنه مش ثابت وبيفتكر أنه عدم ثبات صوتها هو جاي من هيدا الضياع أنا مبارح كنت عم بحكي مع هايدي بس طب قالت لي أنه أنا ما كنت خيفاني يعني بالبرايم مبارح ما كنت خيفاني رح أحكي أنه عن صوتها لأنه بالبرايم واليوم بيشبه شوي يمكن الخوف أقل من قبل يمكن بلاشنا نشوفها أحلى شوي من البرايمين اللي قبل بس أنا بعد مش هايدي هايدي اللي بعرفها وقتها أول ما غنت بالبرايميات أول ما أجت فعلاً كنت مبهورة بصوتها حسيت أنه المشكلة طبع هايدي مش بس قصة خوف قصة أنه هي مشتت تركيزها يعني مش قادرة تعطينا التركيز اللي كان عنا يقبل في شي شغلة راسة يعني مش قادرة تعمل فوكس على المغنى لأنه هي بتغني أكيد أحصى من هيك بكتير يعني ليه بس بدو يجي نوتات شوي أعلى بدا بدا تتلبك وبدو يسكر صوتها وبدو تتشنج حنجرتها ليه ما في سبب يعني بتخيل هيدا في شي براسة لهيدي هو شغلة راسة بركي المنافسة بركي عتلين هم نتيجة بركي ما بعرف بس هودة كلهم عم بيكونوا هائق قدام أنه ترجع توصلنا بهالابهار اللي كنا فعلاً يعني نحنا بننطر هايدي شو بده تغني تنستمتع مش تنحكم عليها مش تنقول شو وضعه حكينا مبارح بالصف وكل الأساذة عم يحكوا وحدة الزكرة هترجع تحكيها تنرجع نشوف هايدي فعلاً مركزة مية بالمية على المغنى لأنه فيه صوت كتير حلو فيه صوت رائع فيه إمكانيات كتير حلوة فيه عرب مخيفة قدمة سلسة وحلوة بس المشكلة هي أنه نرجع نحس بهالجمالية وهالإنسجام وهالتماسك بالصوت فنرجع نحنا كمان ومبسط